اشتركوا في القناة هذا الطول الاضافي هو مفتاح اتساع جوجر تم تعزيز هيكل الجسم في مناطق رئيسية للحماية من التصادمات التي تعد جزءا طبيعيا من الحياة النشطة في حين يضمن ارتفاع 200 مليمت عن الارض ان جوجر ستكون امنة في الطرق الوعرة من الامام اتت بشبكة جريئة وعريضة تحيط بها مصابيح داسيا المميزة لد على شكل حرف ايغاغ مدمجة داخل المصابيح الامامية التي تتميز بمصابيح لد كمعيار للاضاءة ذات الشعاع المنخفض فان استخدام تقنية لد لا يستهلك الطاقة اقل فحسب بل يوفر ايضا اضاءة اقوى واكتر وضوحا للرؤية في الليل في الخلف تعمل المصابيح الخلفية العمودية على زيادة عرض الباب الخلف الى اقصى حد ما يجعل التحميل اسهل خاصة بالنسبة الى الاشياء كبيرة الحجم وتوفر عتبة التحميل المنخفضة وصولا سهلا الى منطقة البضائع اوضرقان انتقل الى داخلية السيارة بفضل طولها البالغ 4.5 وقاعدة عجلاتها التي يبلغ طولها 2.9 متر توفر داسيا جوغر الجديد كليا مساحة داخلية لا مثيل لها لعائلة مكونة من 7 افراد مع ثلاثة صفوف كاملة من المقاعد يمكن للسيارة ان تستوعب بسهولة 7 بالغين بالراحة التامة او مع المقاعد القابلة للطيء المنقسمة ما يصل الى 1819 لتر من مساحة البضائع وما يبرر الشعور بالرحابة من خلال شريط من النسيج يمتد عبر لوحة القيادة حيث يوجد فوق الشريط لوحة العدادات وشاشة وسطية المتعددة الاستخدامات تدعم نظام الاندرويد اوطو والابل كار بلاي بينما توجد ادوات التحكم التي يمكن الوصول اليها بسهولة مثل مكيف الهواء ومساعدات القيادة ادناه يظهر نفس النسيج ايضا على مساند اذرع الباب الامامي بينما جميع المقاعد منحوطة لتزويد السائق والركاب بالدعم والراحة الامثل توفر مقاعد الصف الثاني القابلة للطي نفس ارتفاع المقاعد الموجودة في الامام بالاضافة الى مساحة رحبة للقدم والركبة يتم الوصول الى المقاعد الصف الثالث من خلال الية قلب مقاعد الصف الثاني ويوفر صندوق الامتعى ما يصل الى 213 لتر من مساحة التخزين مع وجود جميع المقاعد في مكانها ترتفع المساحة الى 217 لتر مع طي مقاعد الصف الثالث للأسفل ومع طي مقاعد الصف الثاني للأسفل وازالة مقاعد الصف الثالث توفر جوجر مساحة التخزين مذهلة تبلغ 1819 لتر ومن ناحية الاداء تأتي جوجر الجديدة بمحرك بنزين تيربو ثلاثي الاسطوانات قادر على توليد قوة 110 احصنة وعزم دوران يصل الى 200 نيوتر متر اعتبارا من نوفمبر 2021 سيكون من الممكن طلب داسيا جوجر بسعر اساسي يمكن تقديره بحوالي 13000 يورو اي ما يعادل 273 مليون سنتين بالعملة الجزائرية سلام